بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله معنا أخبار همة جدا لطلاب المرحلة أو لمرحلة التنصيق المرحلة الأولى والثانية ومعنا خبر لطلاب المرحلة الثالث أو نصائح لطلاب المرحلة الثالث غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والتي سوف تستمر حتى يوم 16 سبتمبر ومعنا نصائح مهمة لطلاب السنوية قبل تسجيل رغبات المرحلة الثالثة أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح المرحلة الثالثة من التنصيق بعد يوم الأربعة 16 سبتمبر أي بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب والتي سيكون الحد الأدنى لها 50% ووجهت الدكتورة ساميا خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس عدة نصائح مهمة لطلاب السنوية العامة مع انتظار المرحلة الثالثة من تنصيق الجامعات 2020 وتسجيل رغباتهم وقالت الدكتورة ساميا خضر خلال تصريحاتها لصدى البلد إنه في حالة عنم التوفيق في تحقيق الهدف أو الحلم لا بد من عدم التركيز فيما مضى والتركيز في القادم منوهة إلى أن الأسرة لها دور أساسي وفعال بشكل بشرط أن تكون متفهمة ومدركة الحالة النفسية التي يمر بها الطالب ولا تظهر أي نوع من القلق أو التوتر أمام الأبناء حتى لا ينعكس عليهم وأشارت إلى أن السنوية العامة ليست نهاية المطاف ومرحلة لم يتوقف الزمن أمامها ويجب تحديد أقصر من هدف خلال مرحلة التنصيق والتركيز بشكل كامل نحو المستقبل واختيار المناسب لمستوى الطالب منوهة إلى أنه يجب على جميع الطلاب وضع مثل أعلى دائما أمامهم وأضافت يجب على طلاب السنوية العامة خلال الفترة الحالية وهي انتظار المرحلة الثالثة من تنصيق الجامعات 2020 التفكير في المستقبل ووضع هدفين وليس هدفا واحدا وأكدت أستاذة علم الاجتماع أن الطلاب قادرون على اختراق كل الصعب ويجب في هذا التوقيت التفكير جيدا طوال الوقت في البديل وتخطيط جيد للمستقبل والرجوع إلى أشخاص يثقون في آرائهم منوهة إلى أن ندور الآباء في هذا الوقت الراهن ضروري للغاية لمساندة أبنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع والخبر الثاني معنا مهم جدا هو انطلاق مرحلة تقليل الاختراب والتحويل بين الكليات والتي سوف تستمر حتى 16 ستمبر تنطلق يوم السبت المقبل مرحلة تقليل الاختراب والتحويلات بين الكليات الجامعية سواء للكليات المناظرة أو غير المناظرة ومن المقرر أن تستمر المرحلة حتى يوم الأربعة 16 سبتمبر وذلك من خلال موقع التنصيق الإلكتروني ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وفي حدود النسبة المقررة 10% وحدد القرار الوزاري رقم 2555 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 11-8-2020 بشأن نظام وقواعد القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة السانوية العامة المصرية وما يعادلها لتنصيق 2020 للالتحق بالجامعات الحكومية المصرية عدد من القواعد والضوابط المتبعة في مرحلة تقليل الإختراب التي من المقرر أن تنطلق غدا السبت 12 سبتمبر وذلك على النحو التحويل إلى كلية غير مناظرة حيث يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنصيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية ألف بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية ألف فقط وبشرط ضرورة التوافر حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموعة درجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها انتظام أو انتساب موجه اتنين وجود مكان خالب الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على حدة ووجهت الدكتورة سامياخد أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس عدة نصائح مهمة لطلاب السنوية العامة مع انتظار المرحلة الثالث من تنصيق الجامعات 2020 وتسجيل رغباتهم في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجورافي ألف يسمح للطالب الذي يرشح لكلية ما خارج النطاق الجورافي ألف بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجورافية ألف بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الإختراب في الكلية التي تطبق نظام القبول الانتظام أو الانتساب الموجه يجب مراعاة ما يلي في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتظام ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الإختراب يكون التحويل إذا كان الطالب حاصلا على مجموعة درجات يفوق أعلى مجموعة درجات قابلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حالة موافقة على تحويله وفقا لنظام الانتظام وإذا كان الطالب حاصلا على مجموعة درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموعة درجات قابلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حالة موافقة على تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتساب موجه ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الإقتراب يكون التحويل وفقا لنظام الانتساب الموجه يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود حد الأدنى للقطاع يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة ويشترط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى أصبح بإمكان الطلاب التحويل من كلية إلى كلية أخرى وتحويل الكليات من محافظة إلى محافظة أخرى وفقا لتنصيك 2020 ووفقا للقواعد والإجراءات التي ورعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقليل الإختراب ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تقليل الإختراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية غدا السبت 12 سبتمبر وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم الأربعة 16 سبتمبر كيفية التحويل من كلية لأخرى على الطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى كلية أخرى أو تحويل الكليات من محافظة لمحافظة أخرى لنفس الكلية اتباع الخطوات التالية أول حاجة الدخول على موقع التنصيك الإلكتروني اللي احنا مداخلين بيانتنا عليه والتسجيل فيه إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب تعديل رغبات الكلية التي تم ترشيحها سواء في المرحلة الأولى أو الثانية وفق الشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات هناك عدة شروط يجب على الطالب التعرف عليها التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطع التحويل غير المناظر يتم استفاء يتم باستفاء الحد الأدنى للكلية المرادة التحويل إليها يتم قبول الطلاب في الكليات المحول إليها بناء على الدرجات الحاصل عليها كل طالب في السانوية العامة حيث تتم المفاضلة بينهم ويتم قبول الطالب الحاصل على أعلى الدرجات من بين المحولين الالتزام بقواعد التوزيع الغورافي التحويل يكون عن طريق موقع التنصيك الإلكتروني فقط وليس الوراق